تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية بمضبطات بلغة 134 طن وفي مجال السلاء على السلع المدومة تم ضبط 61 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي فتم ضبط 71 طن كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 163 قضية خبز نقص الوزن و136 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا تم ضبط 17 قضية في مجال قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبطات بلغة 351 طن ترجمة نانسي قنقر